اشتركوا في القناة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشئتم ولكن انتبه لقوله فأتوا حرثكم فإن الحرث هو محل البذر والزرع وذلك هو الفرج فيجوز الإنسان أن يستمتع بزوجته حال الجماع في الفرج يعني سواء أتى من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو أتاها وهي قائمة أو متجعة أو على أي حال كان بشرط أن يكون ذلك في الفرج وكذلك يستمتع بها بالضم والتقديل والمباشرة كما شاء ليس بذلك حصر إلا أنه يحرم عليه أن يطأها في حال الحيض أو أن يطأها في الدبر مطلقا وعلى هذه القاعدة العامة نقول إذا استمتع الرجل بالتقام ثده مرأته فلا حرج عليه في ذلك ولا تحرم عليه به حتى ولو رضع منها فإنها لا تحرم عليه على قول جمهور أهل العلم لأنه من شرط الرضاع المحرم أن يكون قبل الفطان وأما إذا كان بعد الفطان فإنه لا يحرم ولا يؤثر شيئا كذلك لا بد أن يكون الرضاع خمس مرات فأكثر فأما ما دون خمسة رضاعات فإنه لا يؤثر شيئا أبدا حتى لو كان طفلا يرتضع ولا يتغذى إلا باللبن ثم رضع أربع مرات من امرأة فإنه لا يكون ابن لها بهذه الرضاعات لا لأنه محرم خمس رضاعات لا أقد